وباء كورونا واحد من مجموعة أسباب تعيق تحقيق أهداف التنمية المستدامة وقق خبراء البنك الدولي فإن تغير المناخ والصراعات الاقتصادية والعسكرية كانت تبطئ بالفعل من وطيرة خفض الفقر ليأتي وباء كورونا دافعا أكثر من 150 مليون لينضموا إلى من يعانون من الفقر المطقع ما يرفع إجمالية عددهم إلى أكثر من 840 مليون إنسان الخبير الاقتصادي بشير المور يؤكد أن هذه الأرقام تدق ناقوس خطر عالمي وتدعو الدول إلى اعتماد آليات جديدة لتحقيق العدالة الاجتماعية في تراكم سروات ناتجة عن الوضع الاستثنائي الحالي الذي ترتب على آفة كورونا وبالذات الوقت كان على حساب الدول الفقيرة أو الأصحاب الدخل المحدود أو المعدومي للدخل إذا بدي أقول لأنه ما عندهم قدرة حتى يحموا نفسهم من هذه الأفة فكان حتى على مستوى المعيشة كان عندهم أزمة في الموضوع هذا ووفق التقرير فإن 8% من سكان العالم كانوا يعيشون بأقل من دولارين يوميا وهذه النسبة ستزيد إلى 9.5% وسيزيد الفقر بشكل أكبر لدى البلدان النامية والهشة بنسبة تصل إلى 55% من إجمالي عدد الفقراء أفريقيا وحدها سيدفع فيها 40 مليون إنسان إلى فقر مطقع فبالتالي المساعدات أنا بشوف أنه لازم تروح للمؤسسات الصغيرة أكيد يكون في نظرة للموضوع بالدول الفقيرة أكيد تكون المساعدات أكتر بعيدة عن الشأن السياسي العالمي والعقوبات الدولية على بلدان معينة لأنه هذا موضوع إنساني ما بيخرج عن نطاء القيود المفروضة عالميا على بعض الدول ويشير التقرير إلى ضرورة صياغة سياسات اقتصادية جديدة تهدف إلى توسيع دوائر الحماية للفئات الهشة لأن وباء كورونا يؤدي إلى دورات من ارتفاع التفاوت في الدخل والثروة وتراجع القدرات المالية لدى الفئات الأكثر احتياجا ما يقلص قدرتها على الصمود في وجه الصدمات المستقبلية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر